اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن شاء الله سوف اوجه رسالة إلى إخواننا المعلمين أنتم أيها المعلمون يعني أول شيء لابد أننا نغبطكم أنا أغبط المعلم لأنه يعني يمتهن مهنة الأنبياء والرسل على وهي التعليم والتدريس هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتق كل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وكل رسول الله يبعث يلقي على عاتقه هداية الناس وإرشادهم وأنت أيها المعلم تحمل مش عن الهداية بعد الأنبياء وتنير الدروبة إلى طلابك يعني الذين تقوموا بتدريسهم فالمعلم أقول لكل معلم أبيك معلم دائما أنه تجدد النية وأنك تجدد العزم عندك يعني شلون طبعا العمل وظيفة وهم كنا نقول لكم على موضوع له حب الوظيفة فالمعلم لازم يحب التعليم لازم يحب التدريس إذا معلم لا يحب التدريس أنا أقول له الله جزاك خير يعني أنت ما تصلح إذن لابد المعلمين أن يحبون مهنتهم أن يقدسون مهنتهم أن يستشعرون عظمة المسؤولية الملقات على عاتقهم الله سبحانه وتعالى خلّ عياننا أمانة عندكم فإحنا شون يحنا نقوم ونجهز عياننا ونوديهم المدرسة ويداومون أو الجامعة ويداومون ويحضرون ويختبرون ويذاكرون وكذا ونساعدهم ونلبي طراباتهم حق المعلمين وكذا فإحنا يعني ناضرين شيء إحنا باذرين إحنا كذا فإحنا منصوبنا نقول حق المعلم إحنا منصوبنا إن شاء الله أن نسوينا يعني إحنا هيئنا الجو حق الطالب إحنا شجعنا الطالب علمنا على التوكل علمنا على الدعاء علمنا على الاحترام والأدب في التعامل مع المعلم يعني أيضا اعتبار المعلم أنه كالوالد يعني فهذا الأمر يعني هذا من جهة الأباء إذن بقي الأمر عند المعلمين يعني المعلم يروح بنفسية حلوة بنفسية نشطة بنفسية كلها تشوق كلها حب لنشر العلم ولبث العلم أبي المعلم اللي يتفنن شلون يوصل المعلومة شلون ما شاء الله مع الوقت صارت عنده خبرة ما شاء الله وقدرة على إيصال المعلومة يعني يطلعون طلاب في الحصة أو في المحاضرة فاهمين وعارفين المحتوى العلمي الذي قام به المعلم أو الدكتور أو المدرس أو غيره فهذا أمر طيب إذن المسألة إخلاص النية وتوكل الله سبحانه وتعالى كذلك أتشوق للتعليم ويعني أيضا اللي هو الحب لهذا شيء فأنت داش ومتوكل عرب العالمين ومعلم وأنت شاعر في الأمانة والمسؤولية وخايف من الله سبحانه وتعالى من أني حاسبك على التقصير فأنت إن شاء الله تشد حيلك الحصة فيها دقائق معينة أنا أستغلها الدقائق في إصار المعلومة وأحرص أنه فعلا أنه ما حد يطع من الحصة أو من المحاضرة اللي هو فاهمها المطلوب منه ما نبي مسألة والله مثلا ما لش اللي هو تكروت أو نمشي الحال أو هذا اللي أقدر عليه لا والله إحنا كمعلمين وكمدرسين ترى نقادر على أشياء وايد فندعو إلى الإبداع وإلى يعني الفن في إصار المعلومة وإلى الحرص والإجتهاد على مشاركة الجميع أنت يا معلم دخلت الصف لازم تخلي الصف هذا خلية نحل من الحركة والانتباه والتجاوب عساك ما تسأل سؤال ما أنت انتهي من السؤال ولا رفعت كل الأيادي مو إيد ولا ولا كل الأيادي والكل وده يجاه والكل أشار إلا أنت فعلا وصلت المعلومة ونت نجحت أنا أعتبر هذا المعلم إذا سأل السؤال وأغلب الصف رافع عيدة يعني أنا أعطي هذا المعلم كل الشكر وكل التقدير أنه فعلا استطاع أن ينجح في تعليم طلابه وفي إيصال المعلومة وفي تدريسه إحنا هذا ترى الدراسة أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد عبارة عن أماكن لتحصيل العلم وهناك من من يقوم بهذه المهمة على وهم المعلمون فنسأل الله يعني هذا الأمر إذا الأباء اشتهدوا مصوبهم والأبناء اشتهدوا مصوبهم والمعلمين اشتهدوا وبدلوا كل ما في وسعهم يعني ترى احنا في القسم عندنا عندنا رئيس للقسم وعندنا زملاء إذا كلنا أيضا احنا احنا المعلمين في القسم قاعدين نخطط ونتعاون وشلون نقطع المنهج وشو راح نأدي المنهج وشلون راح يعني كذا وشلون بعد أيضا ينوب بعضنا عن بعض يعني ونحب أننا نعمل يعني ما نحب أننا نتخفف بالعكس يعني كل واحدة الظروف الله يعلم لكن أنا أجتهد أنا أعمل أنا أبي أحل المعاشي أبي أوكل عيالي وأهل بيتي من الرزق الحلال فأنت إذا اجتهد وحضرت وأديت وأخلصت وسويت بعد الله يجزاك خير يعني عداك العيب ورحم الله والديك يعني أنت إنسان فعلا نعطيك تعظيم سلام ونقول يجزاك الله خير يعطيك العافية وبرك الله فيك يعني خلاص فإذن هذا هو المعلم اللي نحبه واللي نشد إيدنا بإيده وندعيله ونقول شوف والله العظيم كل كلمة خير كل كلمة حق قلتها وكل تعليم قلتها راح تاخذ أجر إلى يوم القيامة نحن نعتز بما قاله معلمون السابق والله العظيم أن أنا أعتز وأتشرف بكل توجيه بكل كلمة يعني دائما نحن نوجه نربي نوصل المعلومة لأن إجماعة يعني هي وزارة التربية والتعليم إذن مع التعليم التربية يعني فعلا المعلم ربي المعلم أب المعلم أخ كبير المعلم يعني هو يعني هو الملجأ الذي يلجأ إليه الطلاب يعني إذا سبحانه من الحب بين الطالب وبين المعلم أن حتى الطالب يقول حق المعلم أبيك بسالث أبيك بمشكلة يمكن يقول له مشكلة مثلا دراسية أو مشكلة أو أي مشكلة فأنت أيضا معلم ناجح أنت كنت حليو وسمح وصدرك واسع ومحبوب ومن شدة حب الطلاب أنهم لجأوا إليك ويولك في وقت شدتهم وقت حاشتهم مشكلة وكذا قال والله لمدرس فلاني هذا وله لو أروح لا وفعلا سبحان الله إحنا ورحنا حق المعلمين ما يقصرون معانا يوجهون يرشدون مسألة ما أعرفها شرحوها لي شي صعب يسروا لي مشكلة أنا طايح فيها وطلعوني منها يعني صراحة فعلا المعلمين يعني فعلا غرسوا غرسا جميلا وذهبوا وبقي الأثر إلى يوم القيامة بقي أثر يعني حسن التدريس حسن المعاملة وبقي الأجر إن شاء الله مثل وجورهم إلى يوم القيامة إذن يعني هنيئا للمعلمين على هذه المهنة الشريفة وعلى هذا على هذا التدريس الطيب وعلى هذا التفاني وعلى هذا الجهد والسهر والتعب في التعليم فجزاهم الله خيرا عنا وعن يعني المسلمين وعن المواطنين هم فعلا يعني يستحقون كل تقدير وكل دعاء وكل احترام لهم منا كل احترام وكل تقدير وكل دعاء ونشد على أيديهم ونقول نحن معكم ونحن نحبكم ونحن نعينكم على هذه المهنة الشريفة بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق معلمين وأن يعينهم على التدريس وأن الله سبحانه وتعالى يوسع صدورهم على عيالنا ونوفقهم في إصار المعلومة والتحمل والصبر يعني في مهنة تعليم هي مهنة شاقة لكن ممكن نخليها مهنة سعيدة بيعني الابتسامة ومثل هالأمورة طيبة يعطيكم العافية وإزاكم الله خير إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام فعالياتنا وأنشطتنا نلتقي بكم في حلقات مقبلة لكم منا أجمل تحية ومع السلامة